صباح الخير ودرات لقوانين استراتيجية متكاملة فيها بقى من الدمج والمشاركة والتمكين والتشجيع لأصحاب الطاقات العظيمة من زوي الهمم عشان كده في شهر سبتمبر اللي فات اللجنة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي أهدت سيادة الرئيس جيزتها الدولية اللي بتعتبر من أرفع الجوائز اللي بيتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأياد البيضاء على رعاية زوي الهمم وتقديرا لما يقدمه سيادة الرئيس من دعم لزوي الهمم صحيح يا شازلي ممكن خلينا استعرض مع حضرتكم كمان تسلسل هذا الاهتمام اللي كمان انتبق على أرض الواقع وتحقق على أرض الواقع الحقيقي أنه اهتمام سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بقدرون باختلاف بدأ من سنين طويلة زي ما شازلي استعرض مع حضرتكم نحن نفتكر في 2016 أطلق سيادته مبادرة اسمها دمج تمكين مشاركة هذه المبادرة ساعدت بشكل كبير جدا في توفير الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل أيضا ليهم عشان كده في السنة اللي بعدها على طول في 2017 تم اختيار مصر ضمن العشر دول الأكثر ابتكارا في توظيف ذوي الهمم ثم في العام اللي بعده في 2018 رئيس أصدر قرار جمهوري بتخصيص هذا العام عام 2018 هو عام لذوي الهمم أو لذوي الإعاقة يعني كمان مش بس كده لا ده تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهذا قانون منحهم حقوق ومجتسبات غير مسبوقة بجانب كمان مخصصات الدعم النقدي اللي وصلت لأكتر من 5 مليار جليس سنويا يا شازلي صحيح هو ده بقى الدمج الحقيقي اللي هم بالفعل كانوا محتاجينه وفرق معهم جدا الدولة ساعدتهم في البداية لاستخراج بطاقة الخدمات المتكملة وتوفير الرعاية الصحية والالتحاق بالتعليم الدامج وتسهيلات أخرى في النقل والمواصلات كمان إتاحة السكن الحق في ممارسة الرياضة وغيرها من الخدمات كمان مواجهة التنمر ودي حاجة مهمة جدا وتغيير نظرة المجتمع كمان وزيادة الوعي المجتمعي هو ده الدعم القوي لقدمه سيادة الرئيس عبدالتاح السيسي واللي بيعتبر رسالة مهمة جدا لكل المسؤولين أنهم يكونوا في ظهر وسند حقيقي لذوي القدرات الخاص صحيح يا شازلي كل ده الحقيقة لو بيقول شيئه أو بيعكس شيئه أو بيعكس قد إيه أن الدولة عندها استراتيجية متكاملة عشان تستفيد من الكنوز اللي عندها اللي يقدروا يبدعوا في كل المجارات عشان كده بقى عندنا بالفعل نماذج لأبطال رياضيين ومواهب فنية وعقول وبدع من ذوي الهمم هذه النماذج تعرفنا عليها أكتر في احتفالات قادرون باختلاف اللي بتتعمل بشكل سنوي دايما بنتبعها مع حضراتكم اللي بتكون كلها طاقة إيجابية وأمل وحالة سعادة ومبساط من القلب عند الأطفال اللي بيشاركوا في هذه الاحتفالات هي كمان بيحكوا دايما قصصهم الملهمة في كل المجالات بنشوف كمان سعادة أهليهم وأسرهم اللي بتكون حضرة اللي بيحسوا أن ده كمان تقدير لمجهودهم ومشايفين كمان أولادهم على المسرح بيتكلموا وبيعبروا عن نفسهم بشكل أكبر أعتقد كمان أنه في الوقت اللي جاي شازلي هنشوف يمكن نماذج نجحة أكتر هنشوف يمكن كمان أبطال أكتر فكرة حتى الدمج والمشاركة اللي بقت موجودة في المجتمع بقت موجودة بشكل أكبر يمكن سمانة واتكلمنا مع أسر كتير جدا بتتكلم عن فكرة أنهما ما بقاش عندهم الخوف أن أولادهم يخرجوا للمجتمع ويتعاملوا مع المجتمع ده بالنسبة بعد كمان ما تبقت القوانين لمواجهة التنمر على داول الأعقب وشوفنا حالات بالفعل حصلت وعقوبات تبقت كمان على ناس حتى مش أقول لحضراتكم في الشارع يمكن على سمواقع التواصل الاجتماعي يا شزلي لما تنمرت على بعض هذه النماذج صحيح في دعم حقيقي موجه لزاوي الهمم خلال الفترة اللي فات وخلال الفترة اللي جاية بكل تأكيد وهنا بس يعني هي رسالة قوية جدا من سيادة الرئيس لكل المسؤولين في كل المناصب وفي كل المواقع بالاهتمام بزاوي الهمم بتسهيل كل أمورهم أن يكون فيه اهتمام من القائد بهذا الأمر يخلي كل موظف في مكانه أي حد من زاوي الهمم بيتعامل مع موظف لاستخراج أوراق رسمية لأي شيء يكون على علم وعلى دراية بأنه لازم يهتم بزاوي الهمم وشوفنا فيهم بالفعل طاقات إبداعية شوفنا كنوس بالفعل عندهم مواب كتيرة جدا في مجالات متعددة النهاردة في حلقتنا يكون معنا فقرات كتيرة ومتنوعة من ضمن هذه الفقرات طبعا الفقرة هنتكلم فيها عما قدمت الدولة خلال عشر سنوات الماضية لزاوي الهمم بنصبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر